بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة التسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أضو هيئة كبار العلماء أضو اللجنة الدائمة للإساء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا حياكم الله وبركاته حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لسمها بالحروف عين سين عين ومن الأردن أختنا لها جمعا من الأسلة تقول في أحدها كنت أصل للتسبيح يوميا ولكن عندما سنعت الفتوى تقول إن صلاة التسبيح لم يرد فيها نص كالعيد توقفت عن صلاةها سؤال هو ما صحة هذه الفتوى وما ثواب من دا وما على صلاة التسبيح جزاكم الله خيرا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد مقدر جاهله حرصها على الخير وحرصها أيضا على أن يكون عملها صحيحا حيث إنها لما سمعت فتوى توقفت حتى يتأكد طلاثة التسبيح لم يرد بها دليله صحيح لأن الحبيث الوالد فيها في إسناده نظر لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات توقفية لا يدون أن يفعل شيء منها إلا إذا صح به الدليل كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضو عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة جدعة وكل عبادة لم يثبت لها دليل صحيح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون بدعة تضر صاحبها وتذل كما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ولا لا ومن ذلك صلاة التسميح فإن الحديث الوالد فيها لا تقوم به حجة حسب ما ذكروا المحققون في إسناد هذا الحديث وصلوات الصحيحة والنواثر الصحيحة التي ثبتت كثيرة ولله الحمد وفيها غنم للمسلم صلاة الليل تهجر بالليل هذا أفضل التطوع صلاة الوحاء الرواتب التي مع الفرائض كل هذه مجالات للمسلم بأن يتطوع بالصلاة في ليله ونهاره ما عدا الأوقات التي لها النبي الله عليه وسلم عن الصلاة فيها يعني عن صلاة النافلة فيها وهي ما بعد تنوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس وقيدر وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وعند توسط الشمس في كبير السماء إلى أن تجول إلى جهة الارض وفي هذه الأوقات يتوقف الإنسان عن صلاة النافلة وما عداها كله مجال الإنسان أن يصلي النواثر ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على الصفة المشروعة وأما ما لم يخبط به دليل أو لم يريد به دليل أصلا أنه لا يجب بالنسلم أن يقدم عليه سهل جزاكم الله خيرا تسأل فتقول أنا أسلم الضحى يومياً ثمان ركعات وأسلم بين كل ركعتين وأقرأ في كل ركعتين ففحة من القرآن هل صلاتي على هذا النحو الصحيحة وما ثواب من دا وما على صلاة الضحى نعم صلاة الضحى مشروعة وأكثرها ثمان ركعات كل ركعتين بسلام فما فعلته السائلة أمر طيب ومشروع الحمد لله وتقرأ فيها ما تيسكر من القرآن تقرأ فيها ما تيسكر من القرآن من غير تحديث سواء على طالة الخراح أو قللت فيها جزاكم الله خيرا بدأت منذ سنتين بحفظ القرآن والآن أتمنت حفظه والحمد لله وعندما أعطت لتسميعه مرة أخرى كنت قد نسيت بعض ما حفظ مع أنني كنت لا أنتقل من شورة إلا عندما أحفظها تماما الحفظ هل ليسواب من حفظ القرآن؟ وعندما كنت أحفظ القرآن عند استثمية كنت أسرع ولا أراء بعض حركات التدييذ حد يدود ذلك حفظ القرآن نعمة عظيمة وعبادة عظيمة فيجب على المسلم الذي حفظ القرآن أن يشكر الله على هذه المنانة وأما قول السائلة نفيت بعض الصور فهذا شيء مصيب للإنسان أن يأتي على البشر ولكن بإمكانها أن تعاود حفظ هذه الصور أو هذا المقدار الذي نفيته فتكمل حفظ القرآن ولها في ذلك الأجر العظيم إن شاء الله بحسب نيتها وإخلاصها لله جزيزيكم الله وخيرا بالنسبة لتركها بعض أحكام التدميذ عندما كانت تسمع إن أحكام التدميذ ليست واجبة إنما هي مكملة ومجملة للتلاوة أما الذي يجب فهو قراءة القرآن عن الوجه الصحيح لحيث لا يكون فيه لحل يخل بالمعنى بأن يقراه على الوجه الصحيح من رفع ما يستحق الرافع ونصب ما يستحق النصب وخفظ ما يستحق الخفظ بحسب طواعب النغة العربية هذا هو الواجب وأما التدميذ فإنه أمر مكمل إذا حصل ففيه تكميل للتلاوة وتجميل لها وإذا لم يحصل فليس بلاجب إنما لازم طيانة اتلاوة عن الخطأ اللغوي من رفع المنصوب أو نصب البرطوع أو غير ذلك مما يخل بالمعنى جذوك الله خيران ما حكم مصافحة زوج الأخت وهل مصافحة إذا كانت جائدة تنقض نبوه؟ مصافحة زوج الأخت لا تجود لأنه أجنبي منها مجرد كونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها ولا يجد لها أن تصافحه ولا أن تصافح أي رجل ليس من محارينها لأن ذلك سبب في تكنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء التي لسن من محارينه عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وأما كون مصافحة المرأة تنقض نبوه؟ فهذا مجال خلاف بين أهل العلم في نمس المرأة بدون حائل من العلماء من يرى أنه لا ينقض نبوه مطلقا ومنهم من يرى أنه ينقض نبوه مطلقا ومنهم من يفصل فيقول إن كان بشهوة فإنه ينقض نبوه وإن كان بغير الشهوة فإنه لا ينقض نبوه ولعل هذا القول هو أعجل الأقوال وأقربها للصحة ولكن لا يفهم من كونه لا ينقض نبوه على قول من قال ذلك أنه ذباه بل إنه يحرم ويأسم فاعده وإنما الكلام في انتقاض نبوه مع إسمه أو عدم انتقاض السلام جزاكم الله خيرا تسأل فتقول أنا أصلي الصلاة المخروبة وأصلي الضهر وأربعا قبل الضهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العطر وركعتين قبل المغرب وبعد صلاة الإشاء أصلي أربع ركعات بعد الأرض والسنة مباشرة وقبل النوم أصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة وأصلي ثلاثا وثرا ثم أنام أرجو على الضوء هذا أن تبيني أوقات نفلم غير ما أذكر لذاكم الله خيرا وكما هو معلوم هناك نوافل مطيبة ولوافل مطلقة من النوافل المطيبة الروافل التي مع الفراهل أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها أو أربع ركعات بعدها وهذا أفضل وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل ثلاث الفجر بعدما يطلع الفجر هذه هي الروافل التي مع الفراهل وهناك نوافل مطلقة يعني ليست مقيدة بحالة أو بوقف ومنها صلاة الليل صلاة الليل منها فضل عظيم وهي أفضل صلاة التطور وأفضلها ما كان في جوة الليل أو في آخر الليل وقت النزول الإلهي ويختم صلاة الليل من وكر إذا كان يحق من فيامه في آخر الليل فإنه يوخر ويجعله في آخر الليل بعدما يفرغ من تهجده وإن كان لا يحق من فيامه في أول الليل فإنه يوتر قبل أن ينام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يترى قبل أن ينام لأنه لا يستيقظ في آخر الليل إلا لصلاة الفجر من شغاله بمناكرة العلم ومدارسة العلم وحذر الأحاديث والأوقات التي تشرع النافلة فيها نوافل مطلقة هي ما عدل أوقات المنهي عنها الأوقات المنهي عنها وهي خمسة من على التفصيل من بعد صلاة من بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قدر وعند قيامها حتى تجود وبعد صلاة الفجر إلى أن تتضيه الشمس للغروب وعند تضييفها إلى أن تغرب هذا أوقات النهي الخمسة على سبيل التفصيل أما على سبيل الإجمال فهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس في درم وعند قيام الشمس حتى تجود ومعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس تكون ثلاثة أوقات على سبيل الإجمال في هذه الأوقات لا يقلي الإنسان فيها فيها نافلة ما عدد ذوات الأسبال ففيها خلافة وغير أوقات النهي فإن المجال مفتوح أمام المسلم يعني صلي من النوافل ما تغسر له مباشرة بعد العشاء جائزة أم مستحفا أن يكون هناك فصل بين الصلاة المفروضة وصلاة النفوضة كما الراتبة إنها تصلى بعد صلاة العشاء المباشرة لأنها تابعة من صلاة العشاء ومحتفظة بها وأما النفل المطلق فهذا محل سعر له أني يأتي به بعد العشاء مباشرة وله أن يؤخره إلى آخر الليل أو إلى وسط الليل أو إلى وقت قليل بعد العشاء هو مخير في هذا العمر في هذا وأشرح جزاكم الله خيرا هل صلاة أربع يركعات تم صلاة الوثر بعدها قبل الذهاب للنوم تعتبروا من قيام الليل نعم ما كان بعد صلاة العشاء فإنه من قيام الليل ما كان بعد صلاة العشاء من النوافل فإنه اعتبروا من قيام الليل فإذا صلى المتغل ما تيشر له ثم أوتر بعده قبل النوم فهذا من صلاة الليل ولكن تأخيره إلى وسط الليل أو إلى آخر الليل أفضل لها قضية تقول فيها أنا طالبة من هيك الدراسة منذ خمس سنوات وحصلت على معدل عال وكنت الأولى على التخصص ولكن لم أحصل على الوظيفة حتى الآن مع أن الطالبات اللواتي تخرجن معي وبمعدل أقل واللواتي تخرجن بعدي بثلاث سنوات حصلنا على الوظيفة وكثيرا ما أرى في المنام شيخا يقول لي بأن فيك سحق وأكثر من مرة ويقول إنه عمل فلانا وتستمر على هذا المنوى الفضيلة الشيخ لا أن تقول ذهبت إلى امرأة وقالت نعم أنت مسحورة وسوف أعمل لك ما يفق الشحر ثم كتبت بي قل أعوذ برب الفلق في ورقة ولما رأتني مترددة قالت أنا لا أعالد بي القرآن ما رأيكم فيما فعلت وجاكم الله خير وهل أفعل ما قالته تلك المرأة لأني أخشى أن لا تقبل ثلاثي أربعين يوما أما بالنسبة لحصول العمل الوظيفي فهذا أمره سهل ما دمت قد بدلت الأسباب لحصول العمل الوظيفي ولكنه تأخر حصوله فهذا ربما يقول في صالحه لأنك لا تعلمي الخير في ذلك ربما يقول الخير في ترك العمل الوظيفي الله تعالى يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا كتب عليكم وفتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم كما عليك إلا أن تفذل الأسباب فإن حصل المقصود الحمد لله وإن لم يحصل فإنك ترضي لقضاء الله وقدره وربما يكون الخير في ذلك ولا تكرهي تأخر العمل الوظيفي ما دمت قد بدلت السبب وأما أن أحدا يأتيك في النوم ويقول أنت مسحورة فلا تصدق في ذلك إنه ربما يقول هذا الذي يأتيك إن الشيطان يريد أن يفكنك في ذلك وأن يضايطك في ذلك ويكون كاذبا فلا تصدقين ولا تذهبي إلى السحرة لعلاج هذا السحر أو لسؤالهم لذلك أمر لا يجب ولكن عليك بالأذكار فلاوة القرآن والعلاج المشروع إذا كان عندك سحر واقع بالحقيقة أما مجرد التوهيم مجرد التوهيم ومجرد الأحلام ومجرد أخبار السحرة والفهنة فهذا أمر لا يجب أن يتماد عنه ولكن إذا كنت تخصين بالفعل أنك مصابة بالفهن فإنك تعالجينه بالأمر المشروع بالذكر والاستعادة بالله من الشياطين وكلاوة القرآن والعلاج عند الموثوقين من أهل العلم الذين يعالجون بالرقية بانتفاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيذهب هذا عنك بإذن الله أهل تدلونها على بعض الأدعي أو الأوراة التي تؤمنها في الاستشفاء إن شاء الله تعالى في الصفالة القرآن العمومة ولكن إذا اختارت الآيات التي فيها اغطان السحر مثل معويتان ومثل قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المسجدين في القوله تعالى أغطي السحرة تاجدين ووقع الحق وضطل ما كانوا يعملون في السحر في السحر في السحر قالوا آمننا برب العالمين رب نيسى وهارون يعني تتسبع الآيات التي فيها لتر سحر ونطر إبطاله تاب الله عز وجل وفي ذلك الشفاء إن شاء الله وكما ذكرنا إذا كان هناك من أهل العلم من هو نفوق في عقيدته وفي علمه ويرقي هذه المريضة فإن هذا الأمر لا بأت به أما الذهاب للمشعودين وإن البسانين والكذبة وفحرك فهذا الأمر لا يدوجنا جزيكم الله خبره من الجمهورية العربية السورية محافظة الحسك رسالة بعث بها المستمع لخبر الفلاس أخونا يقول أنا شاب في الخامسة والعشرين من أمري أشكو من كثرة الحصيات منذ أكثر من خمس سنوات ويخرج مني سنويا من خمس إلى ست حصيات وخاصة في شهر رمضان المبارك وأتألم كثيرا وأتعذب حين تخرج الحصبة مني ومن الألم الشديد أفضر أحيانا إلى الإصطار في شهر رمضان الفضيق وبعد الشهر مباشرة أثوم الأيام التي أفضرت قباعا هل هذا جائز أم لا أفيدوني جزيكم الله خبره لا حرج علي الإصطار في هذه الحالة إذا أصابت الحصى وتعلمتها من ذلك وضعفت عن الصيام فلا منع من أن تفتت لأن الله رخص للمريض الإصطار قال تعالى من شهد منكم الشارف اليصوم ومن كان مريضا أو على سفري فعدة من أيام الأخر وأنت لك العذر في هذا فإذا افترت من أجل المرض فإنك قد أخذت بالنقصة وتقوي من أيام الأخر وقل بكرت النقص قضيتها والحمد لله فما فعلتهم صحيح لا وضر عليهم الحمد لله جزيكم الله خير المجتمع سالم عين عين من سوريا يسأل ويقول هل دعاء القنوط فرضا في صلاة الصبح وهل تدود الصلاة بدون دعاء القنوط الذي عليه ظنور أهل العلم سلطا وخلطا أنه لا يفتعل القنوط في صلاة الزجر إلا في وقت النوازل التي تنجل بالمسلمين مثل تسلط العدو عليهم ومحاصرة العدو لبلادهم أو مثل تسلط العدو على المسلمين في بلاد أخرى أي أن المسلمين يقلطون الرتعة الأخيرة قبل الرتوع لصلاة الزجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلط في هذه الحالة ويدعو المسلمين في مكة ويدعو على مناس من الكفار منذ المسلمين في هذه الحالة حالة النوازل القنوط مشروع في صلاة الزجر وثيما عداها أنه غير مشروع عند جهور أهل العلم سلفا وخالفا وهذا هو الصحيح إن شاء الله جزوكم الله خيرا رضع أخي الأكبر من إحدى النسوة وعندها بنت ترضع مع أخي فهل يجبني أن أتزود من إحدى بناتها أو بنات أخواتها الأكبر منها أو الأصغر منها علما بأن أخي يقضرني بأكثر من عشر سرعات فيما كان الرضاع تقتصر على أخي وأنت لم ترضع من هذه المرأة ألا مانع من أن تتزوج من بناتها وإن كنا أخواتي أخي من الرضاعة لأن الحكم يتعلق بالراضع فقط أما إخوة الراضع ألا ينتشر عليه الحكم وبناء على ذلك لفع أن تتزوج من بنات مرضعات أخي ما بنت عنك أنت لم ترضع منها لا تتزوج الله خيرا أحد الإخوة المجتمعين يسأل ويقول هل مسح الرقبة أثناء الوضوء مكروف؟ نعم مسح الرقبة لا يجب الوضوء لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن من الذي ورد وأمر الله تعالى به مسح الراج قال تعالى وانسحوا برؤوسكم وأما العنق فلم يرد مسحه في حتاب الله ولا في حلة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله فإنه يكون مبتبعا يجب عليهم يتوب لله عز وجل من هذا العمل لأنه زيادة خير مشروعة في مولوك لا في جزاء الله خيرا هل تجوز مية في الثيام بعد طروع السم؟ تجوز بالنفل تجوز مية في الثيام من النهار في صيام النهر البشر فلا يقول قد تناول بعد طروع البجر الثيام لأن أصبح ولم يتناول شيئا بعد طروع البجر فلا هو أن يميز صيام في النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على أهله سألهم هل عندهم شيء تقدمونه له ذكروا أنه ليس هناك أو لا يجدون شيئا فقال إني إذن فائد فقلنا على صحة مية الصيام في النهار في له بعد طروع الثيام وقبل جوال الشمس وعلي هذا الحديث ولأن النهار في له هو التعليم الزريضة أن الصيام الفرض أنه لا يصح إلا بالمية من الليل لابد عن جمهيه قبل طروع البجر صيام رمضان أداعا أو قضاءا صيام الكفارة صيام النذر والصوم الواجب لا يتيو إلا عن نيهه قبل طروع الفجر في طوله صلى الله عليه وسلم لا صيام جبل لم يبيت النية أو جب العلمية من الليل جزاكم الله خيرا لقد أقرأت مقدارا معينا من الذهب برجل ليقضي حاجته فهل يرده ذهبا أم يرد ثمنه جزاكم الله خيرا بخير فهذا ذهب لك هو ذلك لك أن تتقاضاه من نوعه ولك أن تتقاضى بدله من عملة الأخرى أو من سلع وعوري تجارة فالأمر واجع إليك لك أن تتقاضى من جنس الدين ولك أن تتقاضى بدله لا لم يكن هناك مواطئة من قبل لينك وبينك بعد هذا رسالة من المستمع يعقوب بخري جبريل شوداني مقيم بحفل الباطن يقول أنا في أثناء الصلاة وسما في إسم الرسول صلى الله عليه وسلم سراد هل أصلي على الرسول وأنا في أثناء الصلاة يا تلعي الصلاة لا يسمع صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند سماعي لك وإن صليت عليه نفسي فلا بات يجالك سفر التيمم أن يضرب فياديه في الأرض التي الأرض الطاهرة ثم يضرب يديه على الأرض الطاهرة ثم يمسح وجهه بضاطن أصابعه وكفيه براحة الضربة واحدة وإن ضرب ضربة الرب يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها كفيه سهل جائنا ولكن السفتة الأولى أصح يعني يضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم يمسح بطون أصابعي يديه وجهه ويمسحه راحة فيه بكسفين أو يمسحه كسفين براحة فيه شير صالح في ختم هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر للذين بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وأأمل أن يتزدد اللقاء وأنتم مع الأخير المستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع فبيبة شير صالح بن فوزان أبو حي أكبال العلماء وأبو اللجنة دائما للإستاء شكرا لشير صالح وأنتم يا مستمعي